اهلا بحضراتكم في هذه التغطية بدأت موجة من ارتفاع درجات الحرارة وبدأ معها الكثير من الناس في استخدام التكيفات للتخفيف من الشعور بحرارة الجو خاصة واننا خلال شهر رمضان الكريم لذا يحرس الناس دائما على عدم الشعور بالحر حتى لا يصبح الصيام شاك وخلال هذه التغطية نستعرض مع حضراتكم طرق تشغيل تكيف الهواء بدون ان يؤثر على قيمة فتورة الاستهلاك ايضا الحفاظ على الاستمرار في الشرائح التي تحصل على دعم من الدولة بشكل عام يستخدم التكيف الخاص بك اكبر قدر من الطاقة عن اي جهاز او نظام اخر حيث يستهلك بمفرده نسبة 46% من متوسط استهلاك الطاقة بالمنزل وبخطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها عند استخدام تكيف الهواء لترشيد استهلاك الكهرباء وايضا تجنب ارتفاع قيمة فتورة الاستهلاك الشهرية التي قد تمثل عبء على المواطنين اذا لم يتم استخدام التكيف بالطريقة الامثل خاصة وان الاستخدام الامثل للطاقة لا يعني التوقف عن الاستهلاك ولكنه يعني توجيه الموارد المالية بشكل سليم والحفاظ على مصادر الطاقة بالاضافة الى تجنب ارتفاع فوتير الكهرباء الشهرية وابرز الخطوات التي يجب ان اتبعها عند تشغيل تكيف الهواء بدون التعرض لارتفاع فتورة الاستهلاك في بضع دقائب اولها ان تقوم بتشغيل التكيف على درجة حرارة 25 ثانيا يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن وايضا استمرار تشغيل المروحة امام التكيف يساعد على زيادة نسبة البرودة والخفاض لاستهلاك التكيف للكهرباء وايضا التأكد من غلق جميع النوافذ والابواب باحكام لعدم تسريب الهواء يجب ان تكون قدرة التكيف متناسبة مع مساحة الغرفة كما يجب المواظبة المستمرة على تنظيف فلاتر التكيف كل 15 يوم على الاقل وذلك لتسهيل مرور الهواء النطيف الذي يترتب عليه تقليل استخدام الكهرباء ومن الافضل سد الفتحات حول التكيف حيث يساهم ذلك في خفض استهلاك المكيف من الكهرباء بنسبة 9% دي كانت اهم الخطوات اللي ممكن حضراتك تستخدموها لترشيد استهلاك الكهرباء ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتك شكرا جزيلا لحضراتك